لم تعد تقتصر معاناة السوريون على الاوضاع الاقتصادية الصعبة وقصف لا ينقطع على مدار الساعة بل تمتد معاناتهم حتى بعد موتهم هذه احدى المقابر في الغوطة الشرقية لم يسلم فيها الموتى من بطش نظام الاسد حيث القت مقاتلات النظام الحربية حمم نيرانها فوق قبورها فالاموات في سوريا اصبحوا يستهدفون حتى بعد موتهم هذه تربة بأحد تربة الغوطة الشرقية مابرة كسروا ودمروا وضربتوا الطيارة فيها ما يخلشي قال هدون جماعات مسلحة هدون جماعات مسلحة وين كلهم قبورة تكسير دمر طالها القبورة من العالم الميتة طلعت لبرة ردينا رجعنا دفنناهم من اول وجديد رائحة الموت والبارود هي ما يفوح في ريف دمشق فهنا يدفن سكان الريف الدمشقي شهداؤهم خلصة خوفا من ان تطالهم قذائف النظام حيث يقتصر الدفن على حضور عدد قليل من اهالي الشهيد ولكن حتى القبور ما عادت لتسعى السوريين فاصبح يضم القبر الواحد اربعة او خمسة شهداء هذه المقبرة اكتر مقبرة بالغوطة الشرقية بتحوي مقابر جماعية والقبر الواحد عم الحط فيه خمسة او ستة وهدينك الصوف كل صوف فيه تحته اكتر من مية اول ما يلفت النظر في كل مقبرة في الريف الدمشقي تجهيز عدد كبير من القبور فضلا عن تجهيز مقابر جماعية استعدادا لأي مجزرة قد ترتكبها قوات النظام علما ان عدد الضحايا في ريف دمشق هم الاكثر في سوريا كما ان القبور ذاتها اصبحت بسيطة تضم قطعة من الخشب يكتب عليها اسماء الشهداء ويوضع فوقها بعض الزرع بعد ان كان السوريون يزينون قبور ذويهم بالرخام والاكاليل اصبح السوريون هذه الايام مجرد ارقام تتداولها وسائل الاعلام لكن ما يثير التساؤل اذا كان المجتمع الدولي عاجزا من السماح للسوريين ان يعيشوا فوق تراب وطنهم بكرامة ايعجزوا ايضا ان يتركهم يرقدوا تحت تراب وطنهم دون مهانة لوريانت نيوز يمان السيد ريف دمشق